الى اشعار اخر عنوان الايام المتناحرة على البحث عن حكومة الحكومة موجودة بالفعل لكنها مستقلة وبفعل استقلالية الحكومة كما يعيد رئيسها تحتدم التساؤلات هل تسيطر الكتب والتحالفات على المشهد ام ان النصاب الذي لم يكتمل كان السبب وراء اول تأجيل للجلسة من قبل البرلمان الاجابات كثيرة لكن محمد توفيق علاوي الرئيس الذي يحمل لقب مكلف حتى اليوم وكل هذا التأخير لعرض التشكيل على البرلمان يضعه الرجل خشية محاولات شراء الاصوات لوأد حكومته كل هذا لانها مستقلة كورونا لم يعبث في اكتمال النصاب اما الكتل التي تنتشر رسائلها بين تارة واخرى قد تكون وراء الحبكة وتفاصيل اللغز ولغز التأجيل يقتل الحراك السياسي الذي يتعطش له العراقيون اما العراقيون فهم المنتظرون في الساحات على امل والامل لا يأبه له احد غير ان حكومة التكنقراط يضع علاوي نتائج متوقعة لان تنتشل العراق من حالته المعقد اليوم الى اشعار اخر اشعار لا يعرف بعد ان كان سيحسم المسألة ويحل العقدة ويقطع الشك باليقين او ان الساحات الغاضبة قد تعود وبقوة التأخر لا يصب في صالح اي طرف من الاطراف غير ان بعض الاطراف لا تكترث لحسابات العراق لطالما بقيت حساباتهم مضمونة التأخر يثقل كاهل العراق سياسيا واقتصاديا وامنيا اما السؤال الذي لا اجابة له حتى اليوم هل تريد الكتل عراقا محزبا متحاصصا متكتلا متمترسا في قلعة التوتر والتأزم ام انها مسألة لاعب بعداد الوقت قبيل منح الثقة للحكومة الجديدة وتغيير وجه العراق الى ما يرجه الشارع بكل تفاصيله واطيافه ترجمة نانسي قنقر